فكتور A لديه مقدار 1 و B لديه مقدار 3 طبعا نحن عندنا المتجه A و المتجه B لليسار بس نرسم شكل جديد للتوضيح أنا عنده حرية نقل المتجهات بأي مكان بس أحافظ على الاتجاه والمقدار أنا بجعلهم بالشكل هذا طبعا أنا ما غيرت شيء شايفين B لليسار وال A للأعلى A مع محور الصادات يعني 0 على I و 1 على J بينما B سالب جذر 3 لأنها متجهة لليسار على I و 0 على J أجيب الماقنيتود طبعا المحصلة وبعدين بنجيب الزاوية الآن بنبدأ بنجيب الماقنيتود لل A زائد B نكتب A تساوي 0 I زائد 1 J لأنها على الصادات بينما B على محور السيني السالب فبتالي تصير سالب جذر 3 زائد 0 J لأن ما لها مركبة صادية الآن نجمع بيطلع لي الناتج سالب جذر 3 I زائد 1 J عشان نجيب الماقنيتود نربع الأول نربع الثاني ناخذ الجذر بيطلع لي الناتج كام 2 الزاوية 10 inverse المركبة الصادية على المركبة السينية اللي هي واحد على سالب جذر 3 بيطلع لي سالب 30 لكن المطلوب لاحظوا المطلوب أنه طالب the direction from the positive x axis يعني يبغى الزاوية هذه كم تساوي الزاوية هذه طبعا نقول 180 ناقصا 30 فبيطلع لي 150 وبالتالي الإجابة بتكون B ترجمة نانسي قنقر